بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده شرح التوصيل اه دايرة الاند. اه من المعرفة عندنا ان دايرة الاند يا باشوانسين ده الاي سي بتاعها اللي هو اخر زيرو تمانية. متوصل على البن ده متوصل على خمسة بولت زي ما احنا شفنا في الداتاشيت بتاعته. والبن رقم سبع متوصل على الارضي اللي هو السلكة الزرقة دي. طيب ادي المقاومة يا باشوانسين. المقاومة ديت اللي هي طالعة من الاوتبوت لان انا عندي ده ايمبوت وامبوت ودا الاوتوت بتاعهم. طب ادي الاولاني جاي من السويتش الاول. وادي الاordon الثاني جاي من السويتش التاني. وباقي كده الاود بوت طالع على ليد علشان لما اشغل اشوف الليد منول ولا طاف. خلاص كده فده كده بالنسبة لايه? بالنسبة للتوصيل. بالنسبة لدائرة المزواج جاي ما هي قدامك كده باشوانس واضحة. الطرف الاول للسويتش على خمسة. الطرف الاول للمقاومة على الارضي. الطرف التاني للسويتش وللمقام المتوصلين مع بعض ورايحين ايه? كامبوت لدايرة الانت. كذلك الكلام بالنسبة لدايرة السويتش التانيين وده كما سوق وتم شرحه في الجزء النظري. ده كده بالنسبة لتوصيلة الهاردوير. لما اجه اضغط كده هلاقي الاودود بسفر. ليه? لان انا كده واحد وصفر بسفر. طيب واحد وصفر بسفر. طيب سفر وصفر على الوضع اللي قدامي ده كده برضه بسفر. امتى بقى ايه باش منسلين الليد ينور? لو انا ضغطت على الاتنين كده هلاقي ان الليد بتاعي نور. ليه? لان بقى واحد واحد على دايرة الانت بيديني الاضبط بايه? بواحد. وطبعا ما ننساش ان احنا عندنا دايرة باور سابلاي. بتديني خمسة فولت للدايرة كلها. علشان ايه? احنا عارفين ان الاي سي اه ان بتشتغل على خمسة فولت. زي ما احنا شايفين كده. فبالتالي انا لما هكون ضغط واحد واحد على دايرة الانت هيديني ايه? هيديني واحد اللي هو الليد دا. زي ما احنا شايفين كده باش منسين. طبعا لو دايرة هتبقى نفس التوصيلة بالزبط مفيش فيها فرق انهائي. لو دايرة هتبقى نفس التوصيلة بالزبط مفيش فيها فرق خالصة باش منسين. الفرق ايه? في الاود بط. دايرة لو انا ضغط كده على السويتش واحد منهم هتلاقي ان الليد نور. دايرة احنا عارفين الاي جدوى للتحقيق بتاعها. فبالنسبة للتوصيلة انت بتشيل الاي سي اللي هنا وتركب الاي التاني وتجرب تشيل الاي سي وتركب التالت وتجرب وهكذا بشونسين ده بالنسبة الاي بالنسبة لتوصيلة الهاردوير. اتمنى ان يكون الجزء ده مفهوم عشان الناس تقدر آآ تنفذ المطلوب منها. وشكرا.